أكثر من ألفين طفل في فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع ولا تزال آلة الحرب مستمرة بصورة عشوائية في حصاد الأرواح بدون تفرقة أو تمييز ورغم هذه الصدمة الإنسانية فإنه لمن المؤسف بل والمخزي إن البعض ما زالوا مستمرين في تبرير ما يحدث تحت شعار حق الدفاع عن النفس ومقاومة الإرهاب وأتساءل اليوم أي حق هذا الذي يسمح لصاحبه عدم التفرقة بين عدو يستهدفه ومدنيين عزل فرض عليهم القدر أن يعيشوا القرون على هذه البقعة من وطنهم وأن يفردوا عليهم حصارا على مليونين ونصف من المدنيين يتعرضون للقتل والتجويع والتهجير قصرا فالمشاهد التي فرضها علينا هذا الصراع منذ بدايتي إنما تدمي قلوبنا لقصوتها فالأطفال الذين فقدوا أرواحهم أو أمهاتهم أو إخوتهم أو أبائهم لا يستحقون ما تعرضوا له وليسوا مسؤولين عما ألم بهم ولا تتحمل دمائرنا معاناتهم إن الصمت في هذا التوقيت مباركة وعدم تسمية الأشياء بإسمائها والاكتفاء بإطلاق النداءات الجوفاء بتوقع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني دون توصيف ما يحدث بأنه خرق فعلي لهذا القانون وحقوق الإنسان التي يتشدقون بها إنما يعد مشاركة لما يقترف كما إن محاولة اختزال معاناة شعب بأكمله لمدة تزيد عن سبعة عقود من ملابسات فصل أخير من تلك المعاناة هي محاولة يائسة لتبرير انتهكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وترخل أن تكون دوءا أخضر لاستمرار المعاناة غير المسبوخة التي يتعرض لها أهل قطاع غزة سيد الرئيس لقد وادرت مصر بإدانة استهداف المدنيين أي مدنيين وإنني أكرر وأؤكد مرة أخرى بأن مصر لا تقبل أي استهداف لمدنيين العزل من أي طرف أو احتجازهم ليصبحوا أداة للمقايدة ولا تقبلوا بأي مبرر يساقوا في هذا الصدد وتطالب بالإفراج عنهم فالإنسانية لا تتجزأ ولا بها انتقائية ولكن إذا كان البعض منشغلا بلعبة إلقاء اللوم بينما يستمر القتل والتدمير دون توقف فلعله من المهم أن يدرك هؤلاء أن اللحظة التي نعيشها حاليا لم تأتي من فراغ بل هي نتاج لتراكم ممارسات وسياسات هدفها الوحيد تكريس احتلال غير شرعي وسلب الأرض من أصحابها وفرد واقع ديمغرافي جديد لقد سبق أن حذرت مصر مرارا وتكرارا من أن الاكتفاء بالدعوة على استحياء لتفعيل عملية السلام ومن تقاعس المجتمع الدولي عن استخدام الأدوات المتاحة لديه لإنفاذ التوافق الدولي على التسوية القضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية كما حذرت في أكثر من موضع من استمرار وتكثيف الممارسات الإسرائيلية خلال الفترة المادية لا سيما الإمعان في إدعاف السلطة الفلسطينية وإشعارها بأن خيار السلام غير مجدن وسياسات الفصل بين الدفة الغربية وقطاع غزة وحصار القطاع والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن الدفة والاعتداء على المقدسات والتراجع المستمر من قبل إسرائيل عن أي تفاهمات يتم التوصل إليها لتهدئة الأوضاع على الأرض كل ما تقدم وصل بنا إلى هذه اللحظة البائسة التي نعيشها السيد الرئيس لقد عكزت قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة عبر تاريخ الأزمة إجماعا واضحا وقاطعا على تسوية الخضية الفلسطينية وليس على تصفيتها سواء من خلال الأعمال العسكرية أو الاستيطان أو ما نشهده الآن من محاولات التهجير القصري وأكد مجددا على ما ذكرته مصر خلال قمة القاهرة للسلام بأن حل القضية الفلسطينية ليست تهجير وليس إزاحة شعب بأكماله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة عراء أرضيهم مثلهم كباقي شعوب الأرض فالشعب الفلسطيني لن ينزح عن أرضه بل متشبث بها ولن تقبل مصر أن يهجر أو أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها والدول بالمنطقة إن النظر عبر التاريخ يخبرنا بوضوح إن الشعب الفلسطيني رغم التحديات ظل صامدا على أرضه وإن القضية الفلسطينية عبل كل مراحلها لم تمد بل بقيت أيضا صامدة بقدر ما لها ولشعبها من مطالب مشروعة وحقوق لا جدال حولها وإن كل ما حصده العالم من تأجيل للحل وتغيب أفاقه كان المزيد من الاضطراب والألام داخل فلسطين المحتلة وإسرائيل والمنطقة بأسرها سيد الرئيس تابعنا بأسف عجز المجلس الموقر مرتين عن إصدار قرار أو حتى نداء بوقف إطلاق النار لإنهاء هذه الحرب كما نستغرب أيضا في ظل هذا الوضع المتأزم من أي محاولات جديدة لإصدار قرارات لا تتدمن مطالبات بوقف إطلاق النار للحلولة دون إنزلاق الأوضاع إلى مزيد من التدهور الذي قد يقود المنطقة إلى منعتف خطير يحمل بتبعات جسيمة بل إن بعد ما يطرح الآن في المجلس يرخل أن يكون محاولة جديدة لتبرير استمرار الحرب وهو ما يتنافى مع ميثاق المنظمة المنشئ لهذا المجلس والذي حدد ولاياته واختصاصه ومن جانبها قامت مصر بتوفير منصة لقادة الدول والحكومات من خلال قمة القاهرة للسلام التي عقدت في 21 الجاري لمحاولة احتواء الموقف وإيجاد إطار سياسي للتعامل مع الأزمة بدل من ترك العنان للدعوات القتل والعنف والتدمير وقد عمدت القمة إلى إطباع النهج غير مسيس يستند إلى مراعاة البعد الإنساني الملح لهذه الكارثة ولقد تطلعنا من ذلك إلى التوصل إلى توافق لو مبدئي حول تخفيض حدة الصراع وبما يقود إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة أحياء عملية السلام سنواصل جهودنا في هذا السياق ولن تغمد لنا عين حتى تنتهي هذه الحرب إلا أننا في إطار المصارحة نأسف لما تم تكريسه منذ بداية التصعيد الحالي من إزدواجية في التعاطي مع الأزمات الدولية بما في ذلك الشق الإنساني منها فبينما يهروا للبعد ويتنافس لإظهار التعاطف مع الضحايا المدنيين في مكان وإدانته بأشد العبارات الواضحة غير القابلة لللبس لمن يراه المتسبب فإنه يكتفي بغض البصر بل ويتسارع في تبرير قتل واستهداف المدنيين ومنشآتهم وحياتهم في مكان آخر وكما لو كانت أرواح الفلسطينيين أدنى مرتبة من باقي البشر أو لا تستحق جهدا في حمايتها والدفاع عنها السيد الرئيس جئتكم اليوم مثلا لمصر التي فتحت باب السلام في المنطقة لأحذر من العواقب الوخيمة للعجز الدولي عن التعامل مع الأزمة الحالية وتأثيرها على أفاق السلام في المنطقة وتطلعات شعوبها في الأمان والتعايش والاستقرار وأطالبكم اليوم قبل فوات الأوان وباعتبار المجلس أعلى هيئة سياسية معنية بحفظ الإمن والسلام الدوليين بالعمل على الآتي أولا الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط ثانيا وقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القصري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى أي مكان خارج أرضه وبما يمثل خرقا جسيما لقانون الدولي الإنساني ويرخى إلى جرائم الحرب ثالثا توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني الأعزل رابعا ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية كخوة قائمة بالاحتلال خامسا التوصل إلى صيغة ملزمة لإنفاذ تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق المحددات المتفق عليها بناء على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية والتي تقدي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سادسا تحمل المجلس مسؤوليته في العمل على إطلاق تحقيق مستقل حول الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني السيد الرئيس المجلس إن ما سبق هو أبسط ما ننتظره من مجلسكم الموقر المسؤول الأول عن حماية السلم والأمن الدوليين قبل أن تتفاقم الأزمة الحالية وتتناثر شزاياها بدول المنطقة ونضطر إلى العودة مجددا إلى المجلس لمناقشة أزمة أعمق وأكبر مما تواجهه اليوم وبعد فوات الأوان شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا